اشتركوا في القناة يعد عمل السلطة التشريعية مقتصرا على ممارسة وظائفها التقليدية في الرقابة والتشريع على الرغم من اهمية هذه الوظائف بل اصبحت تؤدي دورا مهما جديدا في الحياة الدبلوماسية على الصعيدين الاقليمي والدولي لتكون الدبلوماسية البرلمانية موازية للدبلوماسية الرسمية التي تطلع بها الدولة في مجالها الخارجي وهذا ما تحقق في مملكة البحرين التي اضحى فيها للدبلوماسية البرلمانية دورا فاعلا في ظل رعاية ودعم جلالة الملك المفدى ايد الله اضع بين ايديكم ملامح واضاءات للجهود التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن فقد قامت فكرة المساواة بين المرأة والرجل على مبدأ تكافأ الفرص كعقيدة راسقة وركيزة اساسية من ركائز المشروع الاصلاحي الشامل الذي جاء به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعا يهمنا التأكيد في هذا المقام على ان مملكة البحرين بفضل رؤية الثاقبة لجلالة الملك قد تبنت مقاربة شاملة في اجتساث جذور الارهاب الذي اضحى عابرا للحدود وتدرك المملكة ان ذحر الارهاب يتطلب اعتماد استراتيجية متكاملة تشمل ضحض الاسس الفكرية التي يقوم عليها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية حققت انجازات هامة في هذا الجانب عززت بدورها المكانة الرفيعة والتقدير الذين تحظى بهما مملكة البحرين عربيا واقليميا ودوليا واكدت على ما يتمتع به ابناء المملكة من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المناصب والمسؤوليات فباتت مشاركتهم الفاعلة ومساهمتهم المثمرة في مختلف المحافل البرلمانية محط تقدير وثناء على اكثر مستوى اثبتت دبلوماسية البحرينية خلال السنوات الاخيرة ان هناك جهد متكامل من قبل اطراف محددة دبلوماسية البرلمانية دبلوماسية على مستوى وزارة الخارجية على مستوى الدولة مساء الحقوق الانسان يعني مشاركة في هذه المحافلة الدولية هي جزء من الدبلوماسية البحرينية التي اثبتت ان تكامل الجهود الرسمية والاهلية في هذا المجال راح يخدم العمل الدبلوماسي بشكل عام في البحرين ورح يعطي سمعة وزخم اكبر للعمل البرلماني والدبلوماسي والعمل الرسمي ايضا على مستوى المحلي والاقليمي والخارجي احنا نشيد ونفخر بالدبلوماسية البحرينية بما قدمته على مدى اكثر من نسقا لما كانت دارة الشو الخارجية في سنة 1969 ثم تأسيس الوزارة وزارة الخارجية سنة 1971 ما زالت هذا الدبلوماسي مستمرة وما نغفل حقيقة عن الدبلوماسية البرلمانية اللي هي مكملة للدبلوماسية لسياسة البحرين خاصة في المحافل الدولية بينها تنسيق كبير في كبرلمانيين نسعين ننسق المواقف مع الدول الأخرى وهذه كلها مصب وراجع إلى التوجيهات البنكية لجاءة الملك الله يحفظها دور هام تطلع به الدبلوماسية البحرينية في إبراز الإنجازات الحضارية للمملكة في مختلف المجالات وما تحقق من قصص نجاح رائدة وإضاح الصورة الكاملة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدع يده الله كما تعمل على مد جسور التعاون وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك والتعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال توطيد العلاقات البرلمانية